السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالمك سيدتي مع مريم اليوم ان شاء الله سأقدم لكم وصفة جيل بذور الكتان وهي خلطة سهلة جدا يمكن تحضيرها في البيت للاستفادة من هذا الجيل في تنعيم البشرة وشد البشرة ايضا هذا الجيل يمكن استخدامه لأشعر قبل ان نبدأ هذه الوصفة لا تنسوا دعمنا بلايك لهذا الفيديو ايضا الناس الذين يشاهدون قناتي لاول مرة لا تنسوا الضغط على زر ابني ايضا تفعيل الجرس لتوصل دائما بجديد القناة جيل بذور الكتان هو مثل جيل السبار يمكن استخدامه كبديل عنه وهو مرتب للبشرة واشعر ويستعمل في العديد من الوصفات للمكونات وطريقة تحضير هذه الوصفة سنحتاج الى ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان وسنحتاج الى كأس مقدار 150 ميلي لطخ من الماء نأخذ كسرونة او اناء نضع به الماء وسنضع بذور الكتان يمكنكم تحضير كيمية اكبر من هذا الجل لانه يستعمل في العديد من الوصفات وسأقدم لكم ان شاء الله قريبا العديد من الوصفات يستعمل فيها جل بذور الكتان سنقوم بعد ذلك بتحريك هذا الخليط وسنقوم بوضعه على نار هادئة بعد وضع هذا الخليط فوق النار يجب تحريك هذا الخليط وعدم توقف على تحريك الخليط لمدة 15 دقيقة او الى حد ان يغلي هذا الخليط بشكل جيد الصورة موضح فيها طريقة عمل هذه الخلطة او طريقة مسج هذا الخليط فوق النار بعد ان يغلي هذا الخليط ستلاحظون تكون رغوة في هذا الخليط وسيصبح المزيج اكترا سماكة ولزوجة الجميل في جل بذور الكتان انه يعود جل الصبار اذا ما احتجنا استعمال جل الصبار في بعض الوصفات الطبيعية ولم يتوفر يمكنكم الاستغناء عليه واستعمال جل بذور الكتان سألنا طريقة تحضيره سهلة بالنسبة لطريقة تصفيته لان بعد طهي جل بذور الكتان تصبح لازجة وصعب تصفيته سأريكم طريقة سهلة تساعدكم على تصفيت هذا المزيج يعني بعد غلي هذا الخليط جيدا بهذا الشكل سنتركه الى غاية ان يبرد قليلا بعد ذلك سنمر للمرحلة الثانية وهي تصفيت هذا الخليط للحصول على جل بذور الكتان الأحماض الأمينية الموجودة في بذور الكتان على علاج الأمراض التي قد تصيب البشرة والجل مثل الإكزيمة والصدفية ويقوم على إزالة حروق الشمس والوقاية من سرطانات الجل بالإضافة إلى ذلك فإنه يستخدم في علاج حب الشباب والتخلص من آتاره كما تعمل أحماض الأمينية على إزالة الدهون التي تعمل على سد مسام البشرة بالنسبة لطريقة تصفية هذا الخليط بعد أن يبرد نقوم بأخذ إناء نضع فيه قطعة مناء القماش يعني رقيقة تساعدنا على فصل الجل عن حبات بذور التين الشوكي نجمع قطعة القماش بهذا الشكل كما تلاحظون وسأقوم بالضغط جيدا إلى غاية أن يخرج الجل كما تلاحظون في الصورة طريقة سهلة سأعملوا قطعة قماش لأنه الطريقة السهلة التي ستساعدكم على فصل الجل عن حبات بذور الكتن يمكنكم الاحتفاظ بهذا الجل لمدة شهر كامل وذلك بوضعه في الثلاجة وتوريكم أيضا طريقة استخدامه يمكن تطبيقه لوحدة مباشرة على البشرة فهو يشد البشرة أيضا يزيل أثار الحبوب الموجودة في البشرة يزيل الإحمرار والتواهج الموجود بالبشرة ولديه العديد من الفوائد أيضا يزيل التجعيد الموجودة حول العين يجب تنظيف البشرة بعد ذلك نقوم بتطبيق هذا الجل على البشرة بقطعة قطن أو بواسطة اليد نتركه لـ 15 إلى 20 دقيقة بعد ذلك يمكنكم تنظيف البشرة كما قلت يمكنكم استعماله لوحده كما يمكنكم خلطه مع وصفات طبيعية أخرى سأقدمها لكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة جميع أنواع البشرة يعني دهنية جافة يمكن استعماله هذا الجل عليها وهذا الجل لا يسببه أي حساسية للبشرة يمكنكم استخدام هذا الجل على البشرة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج رائعة أيضا سيساعدكم على تنعيم وترطيب البشرة الجافة هناك وصفة أيضا يستعمل فيها جل بذور الكتان لتنقية وتبييد البشرة نقوم بأخذ ملعقة كبيرة من الأرز المطحون أو دقيق الذرة وسنقوم بمسجهة مع ملعقة كبيرة من هلام بذور الكتان أو جل بذور الكتان إلى غاية الحصول على خليط متجانس بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على بشرة نظيفة نترك هذا الخليط إلى غاية أن يجوف يعني تقريبا 15 أو 20 دقيقة بعد ذلك يمكنكم تنظيف البشرة وبعد تنظيف البشرة نضع أي تونر للبشرة أو أي كريم مرتب للبشرة كما يمكنكم استعمال ماء الورد هناك العديد والعديد من الوصفات صراحة بذور الكتان من البذور الرائعة جدا في تبييد وترطيب البشرة وتنعيم البشرة وشد البشرة أيضا مفيدة جدا للشعر في تنعيم الشعر أيضا تكتيف نمو الشعر سأقدم لكم إن شاء الله قريبا فيديو عن استعمال بذور الكتان للشعر بالنسبة لهذا الجل أو هذا الولام ليس لديه أي رائحة كما تلاحظون ويمكن الاحتفاظ به لمدة شعر في الثلاجة شكرا على تتبعكم لهذا الفيديو لا تنسوا دعم قناتنا بلايك لهذا الفيديو أيضا نشره ليستفيد منها عدد كبير من الناس أتمنى أن أكون قدمت لكم معلومات مفيدة شكرا على وفائكم الدائم للقناة لا تنسوا أننا نقدم فيديوهات بشكل يومي على القناة تصدروا منا كل المزيد والمفيد على قناتكم عالمك سيدتي مع مريم إلى اللقاء إلى فيديو قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر